طيب هنروح لأخبارنا اخبارنا في الأول مجبوعة من الأخبار نص التاني فقرة حوارية فقرتنا النهاردة ليها علاقة بفريق الشباب لكرة الماء فريق الشباب لكرة الماء نجح الحمد لله أنه يفوز ببطولة الدول طيب إحنا كرة الماء دايما بنحط عليها سبوت لأنه قلت حداكم من 4-5 سنين النادي الأهلي بزل مجهود كبير جدا ود وقت ود مجهود طبعا بالتنصيق مع كابتن وقل عزة رئيس جهاز ألعاب الماء والكابتن وليد عزة كمان رئيس جهاز كرة الماء كان فيه طفرة بيرة جدا يمكن لديه أهلي بعد ورجع بعد 4 سنين تاني على منصات التتويق فاللعبة دي احنا عارفين حجم الجهد المبزول فيها هيكون معانا الفريق اللي فاز منذ أيام ببطولة الدوري هيكون معانا عمر أشرف وأدهم أحمد ومحمد وليد أحسن حارس مرمى وأحسن لاعب وكمان كابتن الفريق وهيكون معانا كابتن أحمد الحفناوي الحقيقة يعني ده من كابتن أحمد الحفناوي الأخصاء النفسي أو المعد النفسي للفريق طيب هتقول لها كابتن أنت آه فيه كتيبة كبيرة جدا دايما البرامج بتهتم بمدير فني والمدرب العام طبعا ده وضع طبيعي وده حقهم ولكن فيه كتيبة تانية شغالة الإعداد النفسي ده مهم جدا جدا ولما هتشوفه في الحلقة هتلاقوا فيه جهد وتركيز وعمل دقوب بيحصل من كابتن أحمد عشان يجهز اللعيبة عشان اللعيبة تقدر تخش في موت بطولة ويقدر لا حقدر له حصر خسارة أو حاجة يعني المعد النفسي دلوقتي بقى دوره زيه زي المعد البدني بالزبط بالزبط فالنهاردة هنحط حضراتكم في الصورة مع الجهد المبزول ده النص الأول من فقرتنا الحوارية أو هيبقى النص التاني النص الأول هيكون معانا نجمة من نجمات الكرة الطائرة المهاجرة مش مهاجرة هي مهاجرة مؤقتة إن شاء الله هي معانا سهيلة وفي سهيلة من اللعبات يعني أولادي النادي نشقتها في النادي جات عند الدرجة الأولى جالها فرصة تروح لإن سي دابل إيه جدور الجامعات الأمريكي في أمريكا في الكرة الطائرة طب حلو كل ده حلو الجميل إنهم قدي أداء رائع الحقيقة ومشي بشكل جيد إحنا بننتهز كل فرصة بتنزل فيها إجازة إلى مصر ونعمل مع حلقة طب ليه في الأربع خمس شهور الفواصل بين الحلقتين بيكون واخدة مجموعة من الجوائس ما شاء الله يعني سفيرة للنادي الأهلي سفيرة لمصر كلها نكحة بشكل كبير جدا ما قدي أداء كويس وعندنا كمان لعبات تانيين طبعا بس يمكن سهيلة اللي بتنزل بشكل مستمر وبتشارك مع الفريق كمان بشكل مستمر فإحنا دايما بنحاول نكون معها خطوة بخطوة سهيلة يكون معنا هنتكلم عن كل شيء في الفترة اللي فاتت أربع خمس شهور والأربع خمس شهور الجايين إن شاء الله لأن غالبا دي هكون آخر سنة لها في الجماعات ونعرف إيه اللي بعد كده إيه اللي بعد كده عنده سهيلة ده في الفكرة الحوارية نروح لأخبارنا كرة اليد الحقيقة اللي دايما بتتصدر أخبارنا لأنه خلاص شيئنا ما بينه هي اللعبة الشعبية التانية بالنتائج المنتخبات والأندية الدولية طبعا مش المحلية هنتكلم عن فريق كرة اليد ما عندوش اشتراكات فريق الكرة اليد في نادي الأهلي ولكن لعبتنا بتشارك مع المنتخب المنتخب عنده إيه؟ عنده بطولة عالم الشهر الجاي ففيه مطشين بيتعاملوا مع قطر منتخب قطر الشقيق النهاردة هو موجود في مصر بيعمل مباريتين لأن إحنا في مجموعة وقطر في مجموعة فما فيش أي أزمة إن احنا نلعب بعض قبل انطلاق بطولة العالم لعبنا أول مباراة مبارح والمنتخب مصر استطاع أنه يفوز الحمد لله بنتيجة 21-18 ده النتيجة مع المنتخب القطر بتبقى فرصة للفريقين إنهم يجربوا طبعا كل الجوالب الفنية طيب خلينا نقول المباراة لعبة فين المباراة لعبة في اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة وعندنا النجوم الأهلي شاركوا في هذه المباراة وسهموا في الفوز محسن رمضان عبد الرحمن فيصل إبراهيم المصري أحمد عادل عبد الرحمن طه عبد الرحمن حميد مهاب سعيد عمر خالد كستلو عمر سامي إسلام راضي محمود عبد العزيز جده دول مجموعة اللعبة الـ 11 لاعب من لا ديقلك إنهم يشاركين مباراة في المباراة طب هنلعب مباراة تانية مع المنتخب القطري أيوة هنلعب منتخب مباراة تانية بكرة في نفس الملعب وبالمناسبة المباراة مباراة حضرها الدكتور عشف صبحي وزير الشباب الرياضة وحضرها كمان الدكتور حسن مصطفى رئيس التحاد الدولي والدكتور محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة اللي بدل الاتحاد المصري لكرة اليد وأحمد الشعبي رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد وأعضاء الاتحاد المصري كلهم لكرة اليد هنا يبال لك قد أهمية المباراة لما تلاقي وزير الشباب الرياضة ورئيس التحاد الدولي بيحضروا ورئيس التحاد القطري ورئيس التحاد المصري ديوفنا موجودين آه دي الصورة هي في كمع الصورة طبعا الحضور مباراة مهمة منتخب مصر اسم كبير منتخب قطر عامل شغل كويس الحقيقة رايح كاس العالم أو بطوة العالم دي بشكل مختلف فكان مهم جدا أنه يبقى المباراة يحضرها طبعا الجمع الكبير من كبار المسؤولين خلينا أقول لكم أنه إحنا بناء في مجموعة خلينا أقول لكم مجموعتنا مين ومجموعة منتخب قطر مين مجموعتنا كرواتيا أمريكا المغرب دي مجموعتنا طبعا إحنا مصر كرواتيا أمريكا المغرب يعني مصر وكرواتيا بينة يعني أمريكا طبعا والمغرب مع كل الاحترام لهم ولكن مصر يمكن أمريكا البطولة اللي فاتت ما جاتش اللي كانت في مصر يعني كنا متابعين هما جايين وما جوش فاشترك مكانه منتخب آخر إنما النهاردة أمريكا مشاركة طيب قطر بتقعب مع ألمانيا وسربيا وجزائر مجموعتها صعبة ألمانيا وسربيا وجزائر فطبعا إحنا الأصدق لكم إنه البطولة أو سكة قطر في المجموعة أصعب منا شوي فكل التوفيق طبعا ونتمنى لهم كل التوفيق ونتمنى لمنتخبنا كل التوفيق وزي ما حضركم شايفين المنتخب كرة اليد بالإعداد بالاتحاد الدنيا ماشية سيستم ده راح ده جيه كرة اليد دي ماشية في حتة تانية كل التوفيق طبعا لمنتخبنا بإذن الله في بتورة العالم القادمة اللي هيكون في السويد وبولند على فكرة هيكون في السويد وبولند صح كده آه تمام وهتبقى الشهر الجاي بإذن الله